اشتركوا في القناة 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 اول سؤال عندنا هو سؤال استماع طبعا في ترتيب الاسئلة اول سؤال في الامتحان بتاعنا هيكون سؤال الاستماع هيجيب لنا اربع اسئلة زي اللي قدامنا دول كده ومن خلال قطعة الاستماع اللي هنستمع لها نحاول نجاوب على الاربع اسئلة معا هنجاهز ورقة وقلم ونبدأ في حل الاسئلة كلها من اول سؤال لحد اخر سؤال وبعد ما تخلصوا حل هبدأ انا في حل الامتحان معاكم باذن الله واتقرنوا الاجابات بتاعتكم اللي انتم جاوبتوها بالاجابات بتاعتي وان شاء الله لو الدنيا تمام يبقى تمام لو لا قدر الله فيه اخطاء نحاول ان احنا نتجنبها في المستقبل باذن الله طيب هنستمع مع بعض مرة تانية الى قطعة وبعد ما نستمع للقطعة نجاوب على الاربع اسئلة اللي قدامنا من خلال الاستماع اللي قدامنا air. They give us a gas called oxygen. People and animals need oxygen to breathe. Many animals make their homes in trees. Some trees can also give us food. أحاول كده نكتب رقم السؤال ورقم الإجابة فقط. رقم السؤال واحد وإجابته يا إما بي يا إما بي يا إما سي يا إما دي. مش هنكتب الكلام كله هنكتب رقم السؤال ورقم الإجابة. ولو حابين ان انتو تكرروا الاستماع تاني نرجع الوراء بالفيديو ونحاول نكرر الاستماع مرة تانية ما فيش مشاكل. هسيب لكم كل صفحة لمدة عشر ثواني. صفحة التالية فيها السؤال التاني في الامتحان هو عبارة عن سؤال الاختيار من المتعدد وهو عبارة عن أربع أسئلة. أنا جايب لكم أكتر من جزئية يعني فيه تلات أجزاء للسؤال ده. علشان أقدر ألم أكبر قدر ممكن من الوحدة بتاعتنا. رقم السؤال ورقم الإجابة وبعد ما تخلصوا ان شاء الله هبدأ انا في حال الامتحان معاكم. هو نفس السؤال رقم اثنين بس من كتاب آخر. بعد ما تخلصوا هبدأ انا في حال الامتحان معاكم ان شاء الله. ثالث سؤال في ترتيب أسئلة الامتحان بتاعتنا هو السؤال اللي هدامنا ده قطعة وفيها أربع فراغات وجايب لي خمس كلمات فوق المطلوب مني ان انا املى اللي أربع فراغات بأربع كلمات من اللي فوق. هنكتب رقم واحد حطنا لها ايه ورقم اثنين ورقم تلاتة ورقم اربعه. وبعد ما تخلصوا ان شاء الله هبدأ انا في حال الامتحان معاكم. الجزء التاني هو هو نفس السؤال بس من كتاب آخر. ي اه تالت جزء من السؤال رقم ثلاتة برضو انا مقطر في الأسئلة علشان اقدر الم جميع جزئيات الواحدة التسعة. هنكتب رقم السؤال ورقم الايجابة او الاجابة بتاعته فقط. رقم السؤال ايه واجابته هنختار لها كلمة ايه? بعد ما تخلصوا ان شاء الله هبدأ انا في حال الامتحان معاكم. السؤال الرابع في امتحاننا هو السؤال بتاع القطعة عندنا قطعة وعليها أربع أسئلة نحاول نرى القطعة كويس ونترجم الكلمات ونحفظها ونجاوب على الأربع أسئلة اللي قد بدأ وبعد قليل إن شاء الله هبدأ أنا في حل القطعة معاكم وحل جميع الأسئلة الامتحان السؤال اللي بعد كده سؤال الرقم 5 عندنا هو سؤال ترتيب الكلمات علشان نحصل على جملة مفيدة هنبدأ بالكلمة اللي تحتها خط تمام؟ هنبدأ بها وبعد كده نرتب الكلمات ترتيب صحيح علشان نكون جملة مفهومة وهيجي لنا إن شاء الله آخر السنة سؤالين اتنين أنا جاب لكم 6 أسئلة علشان أقدر للم جميع جزئيات الوحدة بتاعتنا إن شاء الله السؤال الرقم 6 في امتحاننا هو سؤال تصويب ما بين القوسين برضو هيجي لنا سؤالين أنا جايب لكم 9 أسئلة علشان أقدر ألم جميع جزئيات الوحدة بتاعتنا إن شاء الله يا رب الأسئلة تعجبكم هبدأ بعد قليل زي ما أنا قلت في حل الامتحان معاكم السؤال السابع عندنا بانكتشويت يعني تصويب علامات الترقييم الخطأ اللي قدامنا تمام؟ في كل جزئية من دول في خطأين اتنين كل سؤال في خطأين اتنين السؤال الثامن عندنا هو أنا جاب لكم 3 أجزاء منه أول جزء منه هو الإيميل إزاي نكتب إيميل والشكل بتاعه إن شاء الله هشرحه لكم بعد قليل إن شاء الله الإيميل بتاعنا هيكون عن The Wild Visit To The Wild Park Wild Life Park إلى حديقة الحياة البرية السؤال الثامن برضو جايب لكم بارغراف إن شاء الله هنتفرج مع ليه مع بعض Wild Life Animals في ملز الحيوانات البرية السؤال اللي بعد كده أو هو هو نفس السؤال سؤال البراغراف عن Your Favorite Animal حيوانك المفضل ودلوقتي نبدأ مع بعض في حل الامتحان بتاعنا وإن شاء الله مستني درجاتكم وهتبقى التعليقات مقفولة أنا عارف إن اليوتيوب بيقفل التعليقات للمرحلة الابتدائية بس لو تقدروا بأي طريقة ندخل على الجروب بتاعنا بتاع الواتساب أو قناتنا على التليجروم ونحاول إن إحنا نكتب الدرجات بتاعتنا من خلال الجروبات بتاعتنا ولو في أي أسئلة كمان نطرحها من خلال الجروبات بتاعتنا يا شباب هنبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم أول سؤال عندنا كان سؤال الاستماع أرى لكم قطعة الاستماع الثاني كده Trees are tall plants They are very important for our earth Trees help clean the air They give us a gas called oxygen People and animals need oxygen to breathe Many animals make their homes in trees Some trees can also give us food أول سؤال Trees help clean the air بتحساعد في تنظيف الهواء air Trees give us تعطينا oxygen طبعا الوكسجين Give us تعطينا People and animals الناس والحيوانات need يحتاجوا oxygen To لكي يتنفسوا Breathe أنا عارف أن في ناس كتير بتجاوب معي إجابات صحيحة Many animals make their space in trees الكثير من الحيوانات بتصنع أيوة بيوتها Homes في الأشجار سؤال الاختيور المتعدد Space are colorful birds طيور ملونة And they can talk وبتقدر تتكلم طبعا Parrots Parrots بمعنى بغبغاء Parrots بمعنى بغبغاء A space is a bird هو طائر بس it can swim بقدر يعوم But it can't fly ولكن لا يستطيع أن يطير Bingwin طبعا طائر البطريق Bingwin اللي هي رقم C Space is a little wind هو رياح خفيفة Little هنا معناها خفيفة طبعا Breeze اللي هو النسيم Breeze بمعنى النسيم My uncle is a good space He grows many crops every year هو بيزرع الكثير من المحاصيل كل عام يبقى يكيد farmer طرح ما بيزرع المحاصيل farmer فلاح Nabil is space He doesn't thank others for doing something good Nabil is ungrateful غير شكور يعني نكار للجميل زي ما بنقول كده هو ما بيشكرشي الناس على الحاجات الجيدة اللي بيعملوا هذا Asbis lives in China and eats bamboo طبعا الباندة هي اللي بتعيش في الصين وبتاكل النبات الخيزران My sister is God at playing the space أختي جيدة في عزف Violin ليه قالت الكمان Mr. Salah travels يسافر around the world حول العالم He is a great traveler هو رحالة عظيم Traveller يعني الشخص اللي بيسافر كتير من سميه Traveller يعني رحالة أو مسافر The space can sleep upside down تقدر تنام بالمقلوب upside down يعني بالمقلوب طبعا بات اللي هو الخفاش The space lives on ice بتعيش على الجليد and snow والثلج أو على الثلج والجليد طبعا البنجوين اللي هو طائر البطريق The boy is a space He never thank anyone for doing something good طبعا ungrateful نكار للجميل أو غير شكور يعني حلنا واحدة شبهها لسه من شوية There were many space on the train على القطار يبقى كان فيه Travellers مسافرون سؤال التالت عندنا هو بالشكل ده Penguins live on ice and snow They are space and white They are أيوة black and white ممتازين للناس اللي بتحل معاه لونها بيكون اسود وابيض They can swim هي تستطيع ان تعوم But ولكن They can't fly لا تستطيع ان تطير A space is a bird It's very beautiful and colorful هو عبارة عن طائر جميل وملون طبعا هنا الparrot Parrot يعني البغبغاء It lives in the rainforest هو بيعيش في الrain forest اللي هي الغابات المطيرة Dolphins الدرافيل are very space are very intelligent زكية جدا They swim in a group هي بتعوم في مجموعة With their family مع أسرتها In the ocean يعني ocean يا شباب أي وتمام المحيط Bandas live in China البندس بتعيش في الصين They eat هم بيأكلوا بامبو اللي هو نبات الخيزران I am doing research أنا أقوم ببحث about the dogong dogong اللي هو نبات حيوان الفقمة أو بنسميه بقرة البحر It's an space sea animal It's an unusual إنه حيوان بحري غير عادي أو غريب أو غير طبيعي unusual It's very space إنه very cute cute يعني جميل It's not What is the sea cow It's nickname اللقب بتاعه تمام It's nickname هو بقرة البحر It's this many hours eating grass from the sea bed every day It's beans إنه يقضي الكثير من الساعات في أكل العشاب من القاع البحر sea bed يعني قاع البحر كل يوم Last week الأسبوع الماضي I decided أنا قررت to travel west أن أسافر غربا in my boat في قاربي I wore wore يعني إيه شباب دي تمام wore معناها لبسته أو ارتديت الماضي من where يرتدي I wore my أيوة أنا ارتديت الفست بتاعي فست معناها اللي هي الصدرية أو اللي هي بنسميها اللي بنلبسها life jacket زي ما بنقول عليها life jacket هنا فست بمعنى life jacket تمام I saw some space in the sea أنا رأيته بعض الأيه في البحر طبعا whales بعض الحيتان and they وهم turn it over my boat وقلبوا الآرب بتاعي turn it over يعني يقلبوا يوقعوا I had to اضطررت إن أنا sit on my violin إن أنا أقعد على الفايلون الكمان بتاعي to stay لكي أظل space لكي أظل afloat لكي أظل طافي على وش المياه afloat معناها طافي على وش المياه I ate space to stay healthy أنا أكلت water melon أكلت بطيخة علشان أظل بصحة جيدة finally في النهاية I came to sure أنا وصلت إلى الشاطئ السؤال الرابع نرى القطع مع بعض two men رجلان were walking along one hot summer day كانوا بيمشوا بطول أو على طول يوم صيفي حار at that time في ذلك الوقت they saw a large tree nearby هم وجدوا شجرة كبيرة بالقرب and they sat on the ground وجلسوا على الأرض to rest in its shade لكي يستريحوا rest هنا معناها يستريح يسألني عليها أكيد في ظلها shade يعني الظل when they woke up عندما استيقظوا one of the two men واحد من الرجلين was hungry كان جائع he said هو قال what a useless tree this is يا لها من شجرة ليست مفيدة useless يعني غير مفيدة it doesn't have fruit or nuts إنها ليس بها أي فاكهة أو nuts بكسرات that we can eat التي نستطيع أن نأكلها but the tree heard him and he said ولكن الشجرة سمعته وقالت don't be so ungrateful لا تكن ناكرا الجميل I gave you أنا أعطيتك a cool comfortable place to sleep أعطيتك مكان مريح ورطب لكي تلام فيه and I saved your life وأنقذت حياتك the travelers الرحالة looked around them نظروا حولهم saw the tree was correct ورأوا أن الشجرة كانت محقة and felt very sorry وشعروا بالأسف the man was this and wanted some fruit from the tree الرجل كان كان جعان hungry تمام نحفظ جماعة الكلمات the underlined word rest كلمة rest اللي تحتها خط means تعني relax معناها تستريح relax why was the man ungrateful لها الرجل كان ناكر للجميل لأنه قال لها what a useless tree this is because he said what a useless tree هو لأنه قال يا لها من شجرة عديمة الفائدة what did the tree give to the two men ماذا أعطت الشجرة للرجلان هنجاوب هنلاقي الإجابة هنا I give you a cool comfortable place to sleep أعطتهم مكان رائع ومريح وكول يعني بارد قليلا علشان يناموا فيه سؤال الخامس عندنا سؤال ترتيب الجمل سنيلز هنبدأ بسنيلز اللي هي القواقع أو السنيلز اللي هي محار البحر ماله بقى لازم نجيب الفعل اللي هو عمله تمام كان تستطيع تمام live تستطيع أن تعيش in في their shells في الصدفة بتاعتها بسنيلز قواقع كان live تستطيع أن تعيش دايما كان الأول وبعدين الفعل تستطيع أن تعيش في صدفاتها in their shells when خلي بالك وين هنا معناها عندما عندما أنا I was little I could run when I was little عندما كنت صغيرا I could run استطعت أن أجري she هي لازم أجيب الفعل اللي هي عملته she has هي لديها هذا الفعل هو a very friendly face she has هي لديها a very friendly face وجه ودود what أداة الاستفهام is your favorite unusual animal what is your favorite unusual animal طيب the the يبقى محتاج الاسم بعدها the travelers الرحالة الرحالة ما لهم rested استريحوا under the tree تحت الشجرة could ده سؤال خلي بالك بيجيب بعدها الفعل الفاعل الفعل المساعد بعدها الفعل على طول يبقى could you هل استطعت أو هل كنت تستطيع could you بعدها الفعل الأساسي speak تتحدث when you were when could you speak when you were when تصويب ما بين القوسين penguins طائر البطريق can fly طبعا can't مش can لا يستطيع أن يطير when I was six عندما كنت في السادسة I could speaks حطط لها اس المضارح هنا لا ما ينفعش لازم رجحها المصدر على could could بيجيب بعدها الفاعل في المصدر تبقى speak بشيل منها كل الإضافات she can't drive a car when عندما she was a baby عندما كان طفلة كانت في المضارح لا هنقول الماضي منها couldn't يعني لم يستطع the space travel found a new place طبعا the traveler الرحالة when I was two عندما كنت في الثانية I can't لا طبعا I couldn't الماضي من can't my sister couldn't run لم تستطع أن تجري when she was a baby عندما كانت صغيرة but now ولكن الآن now هتكلم في المضارح she could أحول كود من الماضي إلى المضارح تبقى this garden هذين الحديقة is amazing لما جاء أوصف شيء بوصفه بال ing أقول الحديقة تكون مدهشة طب لما أصف إحساسي أنا بقول إن أنا كنت amazed بال ed خلاص نحفظها الحتة دي جماعة amazing بدهشة amazed مندهش can the part space وجاب flying لا هنشيل ing ونركح المصدر أو عارفين لي طبعا can دائما followed by infinitive أو المصدر can دائما بيجي بعدها المصدر والمصدر بجيبه إزاي بشيل الأضافات اللي موجودة مع الفعل ing أو s أو ed بتاعت الماضي can you speak english when you wear five وعندما كنت في الخامس هيبقى كنت تتكلم في الماضي كان حاولها لإيه لقد هل استطعت سؤال البنكتشويت هنكبر i تمام نمشي شوية حاططتلي full stop هنا في حاجة في النص أكيد أيوة German اللغة الألمانية لازم أكبر g بتاعتها لإني دي لغة من اللغات كبرت i كبرت g وهم دي الخطئين في الجملة دي what هكبر w حط question mark في الآخر يبقى أنا كده خلصت الجملتين بتوع w question mark ننتقل إلى السؤال الأخير عندنا وعندنا ثلاث أجزاء عندنا email وعندنا paragraph ين email بيقول write an email اكتب email about حوالي 30 words من 30 كلمة to your friend عمر لصديقك عمر about to your visit عن زيارتك to the wild live park إلى حديقة الحياة البرية your name is حسن اسمك حسن your email address انت اسمك حسن خلي بالك والemail address العنوان email بتاعك is حسن at gmail dot com your friends email email بتاع صديقك address is omr at gmail dot com طبعا الشكل بتاعي هو ده يا جماعة from to subject from يعني من وبحط قصدها email بتاع الشخص اللي بعت email ده الشخص المرسل المرسل يا جماعة خلاص يبقى from الشخص المرسل اللي هو فين your name is حسن انت اسمك حسن انت لا ترسل your email address يبقى حط الجزء ده كده حسن at gmail dot com حسن at gmail dot com to يعني إلى معناها إلى يبقى كده حط قصدها email بتاع الشخص اللي انا هبعت له اخر email omar at gmail dot com اللي هبعت يعني الموضوع الموضوع بالأي فين بعد كلمة about بداية السطر التاني about يبقى your visit to the wildlife park زيارتك إلى حديقة الحياة البرية طبعا مش هقول your هقول my لأن انا بتكلم عن زيارتي إلى حديقة الحياة البرية في الاول هنا بحط حاجة مهمة جدا هي hi وبعدها اسم الشخص اللي انا بعتله hi omar انا بعت لعمر فبقول hi omar وبعد كده في عندي في السطر الاولاني كده في بداية الاميل بحط جملة افتتاحية كده اسأل فيها عن الشخص وعن صحته how are you كيف حالك i hope you are will انا اتمنى دي المقدمة يا جماعة دايما تكتب في اي ايميل انا اتمنى انك تكون بصحة جيدة وبعدين خلي بالكم كل جملة بدأت بحرف capital وختمنا السؤال بquestion mark وختمنا الجملة العادية بfull stop i write this لسه المقدمة i write انا اكتب this email هذا email to tell you لكي اخبرك about عن وحط العنوان بتاعي اللي هو subject الموضوع my visit to the wild life park اللي بلاقيه فين بعد كلمة about بس هبحول لصفة الملكية your لصفة الملكية my مش هنفع اقول انا هكتب عن زيارتك لا هكتب عن زيارتي بحول your الى my about my visit to the wild life park وما انساش النقطة هبدأ في جسم الparagraph بيتكلم عن هنقول الجمل بتاعتها كده last week الاسبوع الماضي i visited the wild life park انا زرت حديقة الحياة البرية i saw انا رأيت the penguin رأيت طائر البطريق and the kangaroo وحيوان الكنغر it was awesome لقد كانت رائعة see you soon اراكا قريبا دي يا جماعة see you soon هي الخاتمة اللي ممكن اكتبها see you soon طبام معناها اراكا لا حق وبعدين في الاخر خالص كده بكتب حتة صغيرة اقول yours يعني صديقك المخلص بحط اسمي اللي ما اطلق اللي هو مدهوني في البتاع بيقول your name is حسن يبقى yours صديقك المخلص حسن البراجراف اللي بعد كده هو عن wild life animals الحيوانات البرية وده من الموضوع المهمة جدا تعالوا نشوف البراجراف المقترح لكم snails الحفار او المحار live in the garden يعيش في الحديقة they have a shell هم لديهم shell صدفة they don't have legs or arms هم ليس لديهم ارجل او ايادي kangaroos kangaroos اللي هي الحيوان الكنغور live in Australia بتعيش في استراليا they jump on two legs هم بيقفزوا على رجلين penguins طيور البطريق live on ice تعيش على الثلج and snow والجليد they are black and white هم يكونوا ابيض واسود او اسود وابيض birds الطيور live in the rain forest بتعيش في الغابات المطيرة they are very beautiful هم يكونوا جميلين جدا and colorful وملونة lions الاسودة live in Africa تعيش في افريقيا they are very big cats هم يكونوا قطة كبيرة جدا they are very strong هم يكونوا اقوياء جدا البراغراف اللي بعد كده او الاخير عندنا هو عن your favorite animal حيوانك المفضل هو ده البراغراف المقترح ليكم ببدأ بكل جملة بحرف كابيتل واختمها بنقطة دي حتة مهمة جدا يا شباب I like wild life animals انا احب الحيوانات البرية my favorite animal is the penguin حيواني المفضل هو البطريق it lives on ice and snow هو يعيش في الثلج والجليد it's black and white انه يكون اقسود وابيض it can't swim انه يستطيع ان يعوم it can't fly ولا يستطيع ان يطير وبكده الحمد لله نكون خلصنا امتحنا اتمنى اننا نكون قدمتلكو حاجة مفيدة يا شباب ما تنسوش لايك للفيديو دعم لينا ودعم للقناة وكلمة شكر منك لينا هي اللايك اللي انت بتضحى للفيديو اشوفكم على خير ان شاء الله الفيديو القادم وحتى حينها اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة 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 شكرا